السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى من رواق مجلس الجالية المغربية من خارج وتحديدا من خلال برنامجكم تمغربي قناة أواصر تيفي قناة مغاربة العالم هذه المرة نلتقي من مدينة الأنوار الربار عاصمة الأنوار عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي وفي المعارض الدولي الكتاب والنظر تنحاولوا نقلبوا الكنوس الثقافية دينا تنحاولوا نقلبوا على عناصر تمغربي اللي هي المحضن دينا الجماعي اللي عندها القدرة على الاستجماع كل الحساسيات والانتماءات والروافد ديالهوية المغربية اليوم حلقة اليوم خصوصناها للموروض الثقافي كيفاش هد الموروض الثقافي دينا ممكن استثمروه في صناعة التنمية البحلية ولهذا الغرض معنا أحد الباحثين للشباب الانترقولوجيا والسيسيولوجيا وهو الباحث سيمسطفى بن زروالة أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا أستاذي سعيد بالتواجد معك أشكرك على هذه الاستضافة ومتمنى أن نكون خفافة على المتتابعين ديال قناة أواصر تيبي مبارك الله فيك تمغربي دائما كبرنامج في إطار قناة شبكة برامج قناة أواصر تيبي قناة مغربة العالم والهدف فعلا هو تمتين هذا الأواسر ما بين مغربة العالم والتمغربي ديالهم ومغوية ديالهم وبطبع الحال دائما تنترح سؤال لمورود ثقافي ديالنا خصوصا في العالم القراوي هذا المورود الثقافي ما هي القيمة دياله وكيف ممكن نستفيد منه اليوم في صناعة التنمية اللي هي إشكال حقيقي كنا نطمح إلى الوصول إليه بتحييي لك والسدي بمسببا لهذا السؤال صحيح أنه عنده جدوائته وكيف يفرض نفسه بحكم أن الاهتمام بالمورود الثقافي هو اهتمام بالهوية العامة لمغاربة عموما والأكيد أن تسمية ديالتها مغربية مش تسمية عبت وإنما هي بحثون في العمق وبحث في الجينيالوجيا ديال الانتماء لأفراد لهذا المجتمع و لهذا الوطن من هذا المنطلق معالجة إشكالية التوراة المحلي يمكننا أن نعالجها من زاوية لأنه لا نبقى نقشه فقط توراة المحلي كمنطق فولكلوري احتفالي الفرحة والفرجة بل اليوم أصبح الحديث عن المختلف الدارسين على أن المورود الثقافي المحلي والثقافة التحتية المحلية هي مدخل من المداخل التنمية المحلية خاصة وأن المغرب اليوم يشغل على بوادر مشاريع سياحية محلية وبالتالي لا يمكننا تحقيق هذه المشاريع وتحقيق هذه المدخلات التنموية إلا بتثمين المنتوج الثقافي المحلي بترويجه بإعادة النظري فيه بمأساسته لما لا بالاهتمام بالفعلي الأساسيين هذا الموروث الثقافي وبالتالي نقول على أسألناه اليوم آل الأوان فعلا إلى أن نجدد النظر وأن نعيد الاعتبار للموروث المحلي باعتباره مدخلا من المداخل التنمية المحلي أيضا سيدي مصطفى هذا الموروث الثقافي دينا في المغرب هو أنه جغرافية لا نهائية فيها فن القول فن الفرجة فيها مجموعة الثقافة الشفوية فيها إبداعات متعددة والسؤال اليوم كيفاش أن هذا الفنون دينا فيها المغرب أنها تلقى فيها واحدة إبداعية رائعة جدا تلقى فيها واحدة القدرة دي الإنسان المغربي على التفاوض مع الطبيعة أو هذا تلقى واحدة الغينة واحدة ترىها أموائيا كيف ممكن تنظر لهذه الأمور؟ الأكيد أن الغينة دي الموروث المحلي هو من صميم غينة الوطن الذي ننتمي إليه والبلد الذي ننتمي إليه وهذا التقافة الجميلة والعريقة التي ننتمي إليها بالسهل أن تجد في مجتمعات أخرى هذه الخصوصية الثقافية التي تتوزع فيها ثقافات محلية متعددة ثقافات متداخلة ألسون متعددة أنماط ثقافية وأنماط فرجوية متعددة وهذا يدل على شيء فإنما يدل على الغينة دي الموروث هذا فمثلا كل منطقتين فهي منطقة الحبلة بالقول حبلة بالأغاني حبلة باللباس بالثقافة المحلية بالأكل إلى غيرها إذن هذا دليل على أن هناك تنوع كبير للموروث الثقافي المحلي الأساسي هو أنه ينبغي توسيع النظر وتوسيع الأفق في الاشتغال عليه وفي تتمينه بطبيعة الحال وفي إخراجه من قوقعة المحلي إلى رحابة الوطني ولما لا العالمي والعولمي أكيد ما يميز أيضا هالتمغربي هو أنه فيها واحد القدرة على الاستجماع وأنت أعرف بأن أن تتحذر من منطقة رومانية ومنطقة زعير تعديدا أنه من تتأمل منطقة زعير تلقوا بأن فيها واحد تداكل واحد الاستجماع تقافة عربية تقافة أمازيغية مكونات إفريقية كل مكونات المغربية حاضرة وتتلوحنا سواء في الهيد سواء في طقوس والصين في هذا التي تبان هذه القدرة على الاستجماع في التام غربي أكيد المنطقة زعير هي منطقة جاءت ملتقة بين القبائل متعددة الجميل في هذه القبائل أنها قبائل متعددة من ناحية الإنسونية ومن ناحية اللغوية فنجد على أن منطقة زعيرية يحدها منطقة زيار وتحدها كذلك مناطق أو لقبائل زمور كذلك قبائل عربية التي هي قبائل بني خيران وغيرها وغيرها من القبائل هذا التعدد هذا التعدد الوجود الجغرافي يوجد مفترك قبائلي وتقافي منح المنطقة نوعا من التنوع ونوعا من التعدد وهذا التنوع و هو التعدد إنعكسة بالإيجابة على التقافة المحلية الزعرية التي أحدث مثلاً على العيطة الزعرية وهي من العيطات القلائلة الموجودة في الله المثال ومحب الزعري أو الزجل أو المقولات المحلية المرتبطة بالتمثلات الإنسان الزعري أو بالتمثلات الثقافة المحلية في منطقة الزعير هذه التمثلات إن دلت فإنما تدون فعلاً على أن هناك واحد الغينة يحتاج بطبيعة الحال أبحاث أنتربولوجية لمالها دراسة إتموغرافية من أجل فعلاً أننا نوقف على حقيقة المضمون التنموي للتراث المحلي ما يبقى فقط شعارات وإنما تحول فعلاً إلى آلية يمكن استثمارها من أجل النهوض بالمنطقة خاصة أنه إذا علمنا على أن المنطقة قريبة جغرافياً من المركز لكن بحمولتها التقافية تجعلها عندها إمكانات كثيرة لأننا نستثمارها مستثمار جميل جداً بطبيعة الحال عندنا مثلاً منطقة زعير وغيرها من المناطق المغربية تلقوا إبداعات مهمة جداً هذه الإبداعات، هذه المورود الثقافي كيفاش اليوم ممكن يكون هو جسر عبور نحو التنمية يعني كيفاش الشوالي الثقافة مدرة للتروة بهذا المعنى سواء تروة رمزية أو تروة مادية كيفاش أكيد أستاذ الكريم أنتم أعلم بأن اليوم أصبحنا نتحدثوا عن تتمين الرساميل اللامادية والتراط اللامادي إلى غير ذلك والمورود الثقافي هو جزء لا يتجزأ من هذا الرساميل اللامادية ومن هذا التراط اللامادي الذي يمكن أن نشغل عليه باعتباره مدخل من مضايا التنمية مجموعة من الخصوصيات السياقية والتدولية المرتبة في منطقة زعير الذي يمكن أنه إذا تم الاشتغاله عليها يمكن أن تكون مدخلاً من مضايا التنمية اليوم كنت تحتوي على السياحة الإيكولوجية مثلاً اليوم كنت تحتوي على السياحة التقافية مثلاً الناس والباحثين والمشتغلين في الحقول التقافية في الحقول الفنية يمكن أن يكتشفوا هذه الغينة وهذا التنوع في المقولات كيف ما قلت في الطعام في اللباس في الرعي في الصيد في الهيت كيف ما قلت نعم ونحن نعرف على أن الهيت هو نمط غنائي ونمط فني متعدد كمثلاً الهيت الزعري الهيت الغرباوي إلى غير ذلك وكل الهيت له خصوصيته نعم عبيدة الرماء أيضاً عبيدة الرماء أيضاً لماذا لا نفكر بشكل جماعي ونجعل واحد التمرين المنهجي كيف يمكننا أن نؤول هذا التراث وكيف يمكننا أن نستمر هذا التراث المحملي لنحول له بطبيعة الحال بشكل مؤسساتي بشكل ممنهج بشكل مخطط له لأنه فعلاً سيمسطفاء بن زروالا ونحن مثلاً نتأمل بعض الرقصات خصوصاً مثلاً الهيت وننتأمل عبيدة الرماء هذا الأمر لا يتعلق برقصات مفرغة من الدلالة ولا من المعنى يعني فيها رسائل فيها معنى والسيميولوجي بأساس والمفروض من الباحثين اليوم هو أنهم ينفتحوا بقوة على ما أنتجه الإنسان فقط من أكيد مثلاً عندما تختبر وتعمل على تحليل بعض المقولات السائدة مثلاً في العيطة الزعرية أو في المقولات دي للهيتي الزعرية إلى غير ذلك تجد مجموعة من الرسائل مجموعة من الدلالات ومجموعة من الرموز كيف أوظف الإنسان الزعري لمقولات كيف أوظف الجسد طريقات الرقص اللباس ديال الرقص صحيح ومجموعة المقولات اللي هي مشهورة وكننا رددوها ولكن لا نعرف الدلالتها الحقيقية ودلالتها العميقة مثلاً عندما أتحدث عن بعض المقولات التي كانت تساهم في تثوير مثلا المقاومين ضد الاستعمار الصرنسي بعض الأغاني التي تدعو إلى العمال تدعو إلى قيم الإنسانية إلى قيم الاختلاف إلى قيم تعالج إذن مجموعة من ما قولت لي سائدة في تورة محللة ربما لا ننحلها بالا ولكن في عمقها فيها مجموعة من الدلالة الصرنسية التي نحتاج إلى و هذا هو الهدف في التام غربيت هو أن نقلبوا في هذه الكنوز الثقافية دينا نقلبوا في هذه الكنوز البشري دينا و نكتشفوا هذه الغنى و هذا الثراء في التام غربيت شكرا لك سيدي مصطفى كنت معنا من رواق مجلس تجاني المغربية من خارج و تحديدا برنامج التام غربيت الذي تقلب على هذه الكنوز و تبدأ الحديث معك ممتع و شيء نعطف بنا نحو الموروظ الثقافي نحو منطقة الزهير نحو غير من المناطق و هذا دليل على غينة المغرب و على ثراء التام غربيت شكرا لكم أيها الأحباب نلتقي في فرصة قادمة مع ثراء و غينة التام غربيت دمتم أو في البرنامج و إلى اللقاء